الاضطرابات والجوية التي تشهدها المناطق الداخلية للبلاد والتي تعرف تساقط كمية معتبرة من الأمطار والثلوج كشفت عن ضعف إمكانية البلدية عن فك العزلة ببعض القرى التي أصبحت خارج مجال التغطية بفعل التساقط الكثيفي للثلوج هذا ما استلزم تدخل الأسلاك الأمنية وعلى رأسها وحدات الجيش الوطني الشعبي التي أكدت القيادة العليا عن استعداد وحداتها للتدخل حيث قامت مفارز من الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري سيديب العباس بالنحية العسكرية الثانية بفك العزلة وفتح طرقات المغلقة ومساعدة المواطنين العالقين من خلال تصغير كل الإمكانية المناسبة لتقديم الدعم والتضامن مع المتضررين في هذه المناطق جراء التساقط الكثيفي للثلوج في صورة تحمل قيماً إنسانية نبيلة وكذلك تدخلت مصالح الدرك الوطني في كل من بويرة زيوزو معسكر واتي سمسيلتا بسبب ارتفاع منسوب المياه وبخنشلة وبتنة تدخلت لفتح الطريق المغلق بسبب التساقط الكثيفي للثلوج ترجمة نانسي قنقر